افتتح اسم الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة فعاليات الدورة التاسعة عشرة من أيام الشارقة التراثية للاحتفاء بالهوية الوطنية الإماراتية وتعزيز حماية التراث الإنساني وتعميق الوعي بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة هذا وتمثل أيام الشارقة التراثية حدثا تراثيا حيا يتجدد كل عام ليضم العديد من الفعاليات والأنشطة والأفكار التراثية التي تحلق بالموروث الإماراتي والخليجي والعربي إلى فضاء وزمن رحب الزميل محمد شكري زار إمارة الشارقة وأعد لنا التقرير التالي هنا بقلب الشارقة انطلقت الدورة التاسعة عشر من أيام الشارقة التراثية بتنظيم معهد الشارقة للتراث تحت شعار التراث والمستقبل بهدف ربط الماضي بالحاضر لأجل تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل طبعا أيام الشارقة التراثية انطلقت اليوم في دورتها التاسعة عشر وفي سنتها العشرين تحت شعار التراث والمستقبل تبنينا عدة طروحات لباحثين مختلفين من الوطن العربي يتحدثون عن مسألة التراث والمستقبل هل التراث يمكن أن يكون ركيزة للمستقبل ويمكن أن يفيد هذه الأجيال الجديدة بالفعل هذه الطروحات أكدت هذا الموضوع هنا في هذه الدورة نؤكد على أهمية التراث والأصالة والعادات والتقاليد ولكن أيضا نؤكد على موضوع هذا الاستمرار وهذا الخيط الذي يمتد من التراث إلى المستقبل من خلال عدة مسائل يمكن تنفيذها سواء فيما يخص الحرف أو المعارف التقليدية أو الطب أو غيرها من الأمور الأيام الشارقة التراثية هذا العام تستضيف 34 دولة وفيها مشاركات عديدة أيضا من جاليات أكثر من هذه من داخل دولة الإمارات وأيضا هناك مجموعة من المعارض ومجموعة من الفعاليات الخاصة وأيضا هناك تمثيل كبير لمنظمة اليونسكو هذا العام باعتبار أن معهد الشارقة للتراث أصبح مركز دولي لبناء القدرات تحت مضرة اليونسكو وستقام خلال الأيام أول دورة تدريبية لبناء القدرات لإيجاد باحثين في التراث في الوطن العربي في الحقيقة انطلاقة جدا مميزة تحمل شعار التراث والمستقبل الهدف من اختيار هذا الشعار هو إبراز التراث دور التراث في النهوض بالمستقبل في الحقيقة وقام مع الشرق للتراث وفي لجانه المعهودة بكثير من الجهود الجبارة والمتعددة للقيام في تنسيق لهذه الأيام الذي يميز هذه الأيام في الحقيقة هي وجود تنوع ثقافي فلكلوري تراثي متعدد الجنسيات من جنسيات خليجية وعربية وأيضا عالمية تتمثل في مشاركات فنية تتمثل في مشاركات أكاديمية وبرامج ثقافية بالإضافة إلى تتمثل في عروض على المسرح طيلة أيام المهرجان أيام الشارقة التراثية تمثل حدثا ووجها حيويا في التراث الثقافي الإماراتي منذ انطلاقها عام 2003 إلى عامنا الحالي لتسهم في تعريف الجيل الجديد بماضي الآفاء والأجداد والتعرف على الأصالة والموروث ما أقول إلا ما لماضي ما لمستقبل أيام الشارقة التراثية والأخب وسيف اللي يسوي حكومة الشارقة أن تعيد الماضي وتراوي أبناء المستقبل شوه الماضي شي عجيب ومن عشرين سنة وهو مستمر أنا اللي أكون أضيف الضيوف ليتي وخبرهم يعني مثلا فيه ناسيون من برع ما يعرفون شو هالأكل هالأكل نحن طالع عملك تراثي أكل التراث نحن سمايا أيام الشارقة التراثية نحن اللي نسوي الأكل كلها تراثي سولنا هالمهرجان السنوي حتى نحي تراثنا ونعرف أحفادنا وعيالنا وأجيالنا اللي بيون عقبنا بتراثنا الجديم والحضارة سفليزيشن طبعا على قد تحظى أيام الشارقة التراثية بحضور عربي وعالمي ومشاركة واسعة من 33 دولة وبمشاركة 28 جهة حكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة وتواجد مميز لمنظمات دولية وجامعات عربية وعالمية لخلق مناخ متميز للزوار وعشاق التراث في استكشاف جماليات الحياة في الماضي من أجل تحقيق المساهمة الفقالة في صون التراث الذي يعتبر أحد مقومات الحضارة الإنسانية في تقدم نهضة الشعوب والمجتمعات أيام الشارقة التراثية تمثل انعكاسا واقعيا لهوية شعب دولة الإمارات وتسيدا حيا لعراقة تاريخها ونقطة تجمع الشعوب والحضارات ومنها يستمتع الزوار باستكشاف الزمن الجميل للأجداد محمد شكري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر